رأس النظام رئيس الدولة سيئ الذكر جار السوق عبدالفتاح سعيد خليل السيسي عمل ايه؟ قال انه هو يحافظ على امن وسلامة المواطن الاسرائيلي جنبا الى جنب مع امن وسلامة المواطن الاسرائيلي وقال انه لن يسمح ان سيناء تهدد الامن القومي الاسرائيلي فالرئيس بتاعك يا سيد القصواء في احتفالات 6 اكتوبر عمره ما تكلم عن اسرائيل انها العدو عمره ما تكلم في مناهج التعليم ان لازم يا ولاد تكرهوا اسرائيل والصهينة عمره ما قال الكلام ده فحضرات الجابة الكلام ده منين؟ معلش الجماعة في المتحدة اللي اتحمسوا وكتبوا البيان انتو متحمسين على ايه؟ هل انتو بتكرهوا الصهينة واسرائيل؟ هل انتو بتقولوا ان الموقف الرسمي المصري هو تعليم الابناء والاطفال في المدارس كراهية الصهينة واسرائيل؟ لو ده اطلع لنه قصواء الخلالي مش مصدر رسمي قصواء الخلالي لمصدر رفيع المستوى ولا تخيني المستوى قصواء الخلالي هي موظف عند شركة المخابرات العامة بالدرها فطلعونا بقى الشركة دي والمخابرات العامة ورئيس الدولة سيء الذكر يقول لنا هل موقف قصواء اللي هم مستهدفينها وبيحاول يغتلوها معنويا ويقفلونها الحسابات؟ هل هو فعلا ده الموقف الرسمي كراهية اسرائيل والصهينة؟ دي اول نقطة النقطة التانية هم حماس مقاومة ولا ارهاب؟ استاذ قصواء عايزة تقنعنا ان هم بيستهدفوها لان هي زنائتهم عايزة تقول لهم ان حماس مقاومة وهم بيقولوا انها ارهاب فهم بيستهدفوها هل النظام المصري يا استاذ قصواء اللي مشغلك شايف ان حماس مقاومة ولا ارهابيين؟ كم مرة تقال في قناتك والقناة اللي جنب قناتك والقناة اللي قبل قناتك والقناة اللي بعد قناتك ان حماس ارهابي كم مرة تقال ان دول ارهابيين وقتلوا الجنود المصريين وهددوا الامن القومي واشتغلوا مع داعش واشتغلوا مع الاخوان واشتغلوا مع الجن الازرع عشان يخربوا مصر كم مرة؟ يا جماعة ارسوا على بر احنا عايزين نتضمن معكم انا عايز اتضمن مع قصواء عايز اقف مع بنت بلدي امام هذه الحملة الصهيونية الامريكية بس رسونا يعني قلولنا انتو دي مواقفكو ولا بتشتغلونا ما هو اصل التأييد ده مش كده يعني التأييد ده عايزين نفهم يبقى عن قناعة راسخة والله دي مواقفكو الوطنية والموقف الرسمي يلا يا عمي اعلن هو انتو مش كان عندكو لعبة لطيفة اوي بتلعبوها من اول يوم ما هو لو انت جدع اطلع اعمل مظاهرة قدام ريشي سوري ما هو لو انت جدع اطلع اقول حماس لا انا بقلبها عليكم دلوقتي اطلعوا انتو بقى في الموقف الرسمي وقول لي هل النظام المصري ومخابراته وشركته المتحدة وشوية العيال اللي شغالين معاهم بيعتبروا حماس حركة مقاومة تحرورية وطنية تدافع عن الشعب الفلسطيني ولا شايفينها ارهابيين لو هي حركة مقاومة بالنسبة لكم مصطفى مدبولي مش هيطلع يقول 7 اكتوبر كان كابوس على البشرين لو هي حركة مقاومة زي ما انتو بتقولوا مش هتطلعوا تقولوا ان حماس هي اللي لبست الشعب الفلسطيني في الحيط لما عملت عمل غير مدروس في 7 اكتوبر ما هو يا جماعة ما هو يتاخدوا البيعة على بعضها يتسبوها مش هينفعت اسقاصه من كل حتة اشتركوا في القناة